صباح الخير يا جماعة زيكم. آآ حلقة جديدة آآ كابسولة جديدة من كابسولات الصباح من المواضيع الكتابات كتاب بيتر دراكر من كتاب آآ الموضوع ابتعى النهاردة اسمه آآ او بعنوان آآ بيتكلم هنا على انه اسوأ من بمعنى انه آآ المرتب الضعيف من ناحية الاقتصادية يعني المرتب الضعيف او الدخل مش قد كده الحاجات اللي هي كلها حاجات اقتصادية او او مادية آآ الاسوأ منها الشعور بعدم الامان لما بتبقى مش فاهم الدنيا حواليك حصل فيها ايه يعني عارف يا حسين زي ما يقول كده ما حاجات زي ايه آآ زي المسل المصري وقوع البلوة لانتظاره فانت الوحش اقتصاديا حاصل بس انت فاهمه اهوا من ان انت تبقى قاعد مش عارف البلوة هتجيلك منين مش عارف المشكلة هتجيلك منين وعلى اي اساس وبيركز هنا بالذات او بيهايلايت هو هنا الكلام على فكرة السيكوريتي بتاعت الوظيفة مثلا ان انا الموظف لما يبقى مش عارف هو آآ مين اللي هيمشي يعني الشركة هتمشي مين وعلى اساس ايه وايه اللي بيخلي موظف يقعد وإيه اللي بيخلي موظف تاني يمشي وعدم الامور اللي مش واضحة وعدم القدرة على التنبؤ بالامور لان العوامل المختلفة مش واضحة فالواحد بيبقى قاعد حاسس انوه مش فاهم وقاعد حاسس بشعور بعدم الامان هم هيمشوني هيقعدوني وعلى اساس ايه هيقعدوني وعلى اساس ايه هيمشوني واللطشة هتجيلي امتى وهتجيلي منين ده بيبقى اصعب آآ على على الموظف وعلى الانسان من انه ممكن تكون الظروف المادية صعبة بس على الاقل هي فاهمها وفاهم ابعدها آآ الكلام ده آآ طبعا صحيح واعتقد آآ كلنا يعني يا اما عد علينا شفناه شفناه بيحصل مع حد وربنا ان شاء الله يسطر يعني وما يحصلش مع حد آآ تاني آآ قلذو الشواهد بتقول انه كلنا دلوقتي عايشين فترة اضطرابات بيحصل فيها موضوع ده كتير فلو هنعكس كلام ده على حياتنا مثلا في وظيفنا دلوقتي هتلاقي اولا من الناحية الاقتصادية آآ حتى بقى بيتحول ل لانه ما بقاش في حاجة برضو ثابتة يعني المرتب قليل والدخل ما بقاش قد كده والظروف صعبة بس الترجمت برضو لايه انا مش عارف الاسعار بكرة هيحصل فيها ايه فمش عارف مرتبي هيكفي ولا مش هيكفي يعني اتحولت برضو ما هياش مجرد ان المرتب قليل بس انا فاهم ابعاده لأ هو المرتب قليل وبردو آآ بقيت حاسس بعدم الامان وعدم فهم وعدم وضوح فاتحولت برضو سايكولوجيكال انسيكوريتي سايكولوجيكال انسيكوريتي كنا كانت من اشهر الحاجات اللي الناس اللي كانوا يعني بيسافروا يشتغلوا في بلاد غير بلادهم كان دايما بتبقى مشكلة نمبر ون انا مش عارف آآ امتى ممكن يمشوني ولكن دلوقتي اصبح اللي قاعد في بلده واللي قاعد برا بلده ايا كانت الحكاية دي الظروف كلها بقت فيها اضطرابات وتغيرات كتير ومحدش بقى عارف بيزدى على ايه هو قاعد في وظيفته وبيزدى على ايه ممكن يمشي او امتى الظروف ممكن تتغير ويحصل ان القواعد اللي انت فهمتها ويا دوب اللي هو ايه ده يا دوب على ما بدأت تفهم الموضوع حصلت تغيرات على ما بدأت اتقلم الدنيا اتغيرت حواليه وده هيرجعني للنقطة اللي كنا اتكلمنا فيها لو فاكرين في فيديو اسمه آآ وانه كل فترة بيبقى في مرحلة كده من الاضطرابات اللي الدنيا بعديها بتتغير وتثبت على 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 شكل جديد لفترة وان احنا الديفايد ده المرحلة الانتقالية دي ما بتبقاش سنة ولا اتنين بتبقى فترات كبيرة واحنا عايشين دلوقتي معظمنا في الحياة العملية بتاع في من من اواخر التسعينات بداية الالفنات واحنا ماشيين بقى دلوقتي وكل اللي بيدخل سوق العمل عايشين في الفترة دي طب نعمل ايه نعمل ايه نمرت واحد الناس اللي في امائل اللي في مكان يعني اصحاب شركة مثلا واحد بقى فتح شركة آآ مدير في شركة كبيرة آآ يعني حس بالناس وآآ ونحاول نهون عليهم الموضوع ونخلي الامور دايما واضحة as much as possible اللي بقوا فاهمين اللي حاصل ده حاصل ليه نحاول نبقى دايما مدينهم المعلومات كاملة كل واحد فينا احنا بقى بيشتغل هنا الموضوع زي ما دايما بقولكوا دايما في كل الفيديوهات دي وبفكر نفسي الموضوع بقى challenging والتحديات بقت اصعب مش مستحيلة بقت اصعب واصعب بكتير بس دايما بنبص بقى هنا هنحاول نعمل ايه نحاول نخلي نفسنا الفاليو بتاعتنا نرجع لفكرة الفاليو بتاعته والعلم بتاعه والمعرفة تكون في ايده ما يكونش بيشتغل زيه زي قالي عشر اخمستاشر عشرين واحد تاني ممكن يجو يشتغله ففي الحالة دي يبقى على اقل شركتك هتقعدك علشان امتك العالية او تبقى انت عندك نوع من انه لو لو مشيت لاي سبب انا ممكن ادور على وظيفة في اماكن تانية لان عندي معرفة وعندي عالية مش بس عالية على بالنسبة للناس اللي حواليا في شركتي ولا في التيم بتاعي لا عالية بالنسبة للسوق عندي حاجة كبيرة بالنسبة للسوق اقدر اقدمها فدي النقطة اللي اللي يمكن بنشوفها كمان دلوقتي كتير وناس كتير بدأت تحس بيها وتشتكي منها اللي بقى له عشر او خمستاشر سنة في وظيفة حتى اللي بقى له سبع تمن سنين في وظيفة نفسها في نفس الحاجة دي علامة خطر دي علامة خطر انت انت او انت هنا اعرف ان انت غالبا مفضل الاطمئنان والثبات على اي حاجة تانية والدنيا حواليك هتتغير ما بقاش بقى زي زمان اللي هو خلاص مدام قاعد يبقى الدنيا حلوة شغال شغال لا خلاص الدنيا هتتغير الظروف هتتغير اه لاي سبب ان كان ما احناش فاهمين ونتيجة وعملين اهولة ممكن تلاقي نفسك اوت وساعتك بص تلاقي نفسك مش عارف تتنافس مع اي حد تاني في اي مكان تاني يبقى طول ما انت في مكان معين التطويل في حتة مش كويس الحاجة التانية دايما ندور على انك تعلي من مهاراتك وتعلي من اه معرفتك وتعلي من امتك في السوق اللي كان يعني بيطلق عليها وحتى استخدمت هنا في الكتاب بتعبيت دراكر مش القدرة على التوظيف ان انت هتشغل حد ان انت يبقى ليك سعر وظيفي عالي الناس تبقى عايزة تشغلك اشتغل على نفسك ولو قاعد في مكان مش بيساعدك تزود بتاعتك ابتدي يدور تروح مكان تادي لانه المكان اللي انت فيه مش هيفضلهم قاعدينك وهي مشوق فانت من الاول خليك قاعد طول ما انت بتستفيد مش بتستفيد دور على مكان تاني عشان تستفيد لانهما هم هم اللي هي مشوق وفي الاخر هتلاقي نفسك قاعد مش عارف تعمل ايه فالدروس اللي ناخدها من هنا اصعب من احنا عايشينه دلوقتي للأسف بنسبة كبيرة الناس اللي في موقع مسئولية وموقع يعني عندهم باور طمنهم حاولوا طمنهم الناس بالوضوح والناحية التانية كل واحد فينا خلي بالك من انك تطول وتريح في حتة مدة طويلة قوي دايما علي من من امتك وسعرك في السوق بشكل عام لو المكان اللي انت فيه مش بيدي لك الكلام ده حاول دور على مكان تاني او على الاقل اعتمد على نفسك وخد المسئولية دي على كتافك واكتافك وعمل ده بنفسك برا المجال بتاع الوظيفة لكن ما تعدش مستنيهم مستني الشركة هاللي تعمل لك حاجة وفي الاخر ما يحصلش وتبدأ تلاقي نفسك مريح ومتاخذ الوظيفة اللطيفة اللزيزة اللي خارس عرفنا من اين يؤكل الكاتف وعرفنا اولا من اخيرها فين ومكملين بعد شوية الكلام ده كله هيتغير ونلاقي نفسنا في وضع صعب. اه مش عايزين يكون الفيديو عالصبح كده اه كائبة وتخويف وبتاع بس اه يلا نبدأ يومنا نيبقى فرصة ان احنا ان شاء الله دايما نحاول نتعلم حاجة جديدة في اليوم نزود ايميتنا في اليوم بإذن الله شوفكم بقى بكرة في فيديو جديد اه عرفوني برضو رأيكم في الموضوع ده اعتقد هيبقى من الموضوع اللي لينا اه تجارب وقراء نحب نشاركها مع بعض اه اشوفكم ان شاء الله تاني بكرة ربنا وفاقنا وفاقكم كميان صباحكم كميان والسلام